الدرعية السعودية عاصمة للثقافة العربية في 2030 الأميرة مريم العراقية تبدأ رحلة العلاج ومزاد لبيع أول رسالة نصية قصيرة في العالم هذه الأخبار وغيرها نقولها لكم من قناة العربية أهلا بكم قبل أيام قليلة من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة رفعت دول عدة حول العالم حالة تأهب القصوى مع تضاعف أعداد المصابين بمتحور أوميكرون الجديد على نحو سريع وفيما أرجأت نيوزيلندا الموعد الذي كان مقررا لإعادة فتح حدودها الدولية أعلنت دول مثل كوريا الجنوبية وهولندا وألمانيا وإيرلندا إعادة فرض إغلاق جزئي أو كلي أو إجراءات التباعد الاجتماعي وتقليص فعاليات الأعياد منعا لانتشار العدوى بسبب رمزيتها الكبيرة على صعيد الثقافة المحلية والإقليمية أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليسكو اختيار الدرعية في السعودية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030 الإعلان جاء بعد مصادقة وزراء الثقافة العرب في اجتماعهم السنوي تحت مظلة منظمة الأليسكو في مدينة دبي لتصبح هذه المرة الثانية التي يتم اختيار فيها مدينة سعودية عاصمة عربية للثقافة العالمية بعد الرياض عام 2000 إلى العراق حيث غادرت الشابة مريم الملقبة بالأميرة غادرت البلاد لتبدأ رحلة علاجها بعد أن طالتها حروق في وجهها تسبب بها شاب رفضت الزواج منه مريم كانت رفضت الزواج من شاب تقدم لها فتسلل إلى منزلها في بغداد وسكب مادة حارقة على وجهها خلفت حروقا وتشوهات شديدة فيما لا يزال المعتدي طليقا بعد مرور سبعة أشهر على الحادث بعد أن سئم من دفع آلاف الدولارات على إصلاحها بسبب كثرة أعطالها أقدم رجل فنلندي على التخلص من سيارته من نوع تيسلا أم بتفجيرها بعد أن وضع داخلها دمية لإيلون ماسك الرجل قال إنه استخدم السيارة لثماني سنوات قبل أن يقدم على تفجيرها باستخدام ثلاثين كيلوغراما من الديناميت فيما لم يترك الانفجار سوى كومة متفحمة من السيارة بتقنية NFT غير القابلة للاسترداد ستطرح أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ تم إرسالها عبر شركة الاتصالات البريطانية فودافون عام 1992 ستطرح في مزاد علني تقيمه دار أغوت في فرنسا الرسالة تتألف من 15 حرفا وفيها عبارة ميري كريسمس فيما سيصبح المشتري الذي قد يدفع ثمن الرسالة بالعملات الرقمية المالك الحصري لنسخة رقمية فريدة لبروتوكول الاتصالات الذي أرسلت من خلاله أول رسالة نصية قصيرة في العالم